خضوة أمريكية جديدة للحد من قدرات الميليشي الحوثية المالية تتمثل بفرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات وتصنيف خمس سفن كممتلكات محظورة خضوة جاءت بعد تأكيد على تلقي الحوثيين عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدة ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية منها أسلحة يستخدمون في شن هجمات مستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به شبكة عمليات غير مشروعة متعددة الأوجه تتمثل من مجموعة من القيادين والعملاء والميسرين ومقدمية تأمين والسفن وشركات إدارة السفن مصادر استخبارية متعددة كشفت أن رجل الأعمال سعيد الجمال المكلف من الحرس الثوري الإيراني عملوا لعقود على دعم وتمويل الحوثيين عبر تهريب الأموال إليهم من إيران وفقا لشبكات معقدة وعابرة للحدود وليست المرة الأولى التي تفرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات وجهات فاعلة تعد أدوات لتدفق الأموال والأسلحة للحوثيين وتمكين من تحقيق الإيرادات التي تقدر بمليارات الدولارات والحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة المتقدمة وفقا لتكنولوجيا حديثة وكانت منصة تعاقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال في اليمن كشفت أن زعيم الحوثيين عبد الملك يدير شبكة مالية سرية مكونة من عشرة أشخاص تعمل على طبيض الأموال وغسلها للتحكم بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية ووفقا لخبراء اقتصادين فإن الحوثيين يديرون في الظل شبكة من الشركات يديرها محمد عبد السلام وفي مجالات الاقتصاد كافة وعلى رأس استيراد النفط الإيراني والسلح على استهلاكية والخدمية هي من تدر مليارات الأرباح سنويا في سلسلة معقدة داخليا وخارجيا بالاستفادة من التجربة الإيرانية في الإفلات من العقوبات الدولية والتحايل عليها لسنوات وسنوات وعلى رغم أن هذه العقوبات تكتسي أهمية بارغة إلا أنها تثير تساؤلات عدة هل فعلا تمس الجماعة الحوثية وما جدوها في الحد من انتهاكات وجرائمهم على مستوى الداخلي والعابر للحدود